اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن حاجتين مهمين لمريض الكورونا اللي هو النوم على البطن واللي هي تمارين التنفس وازاي الحاجتين دول بيزودوا نسبة الاكسجين في الدم وبيساعدوا على التخلص من الافرازات او من البلغم او من السيكريشنز اللي بتبقى موجود في الرئة بتاع هذا المريض وما تنسوش في البداية اعمل لي لايك للفيديو قبل ما نبدأ موضوعنا طبعا لو حضرتك مريض كورونا فلازم الطبيب يشوفك ويقيم حالتك وما تعتمدش على هذه التمارين وخلاص او على اي فيديو على النت اصلا وخلاص لازم تروح للدكتور وهو يقيم حالتك ويشوف ايه المطلوب لك لكن الحاجات اللي انا هقولها دي بتساعد كتير جدا بجانب العلاج اول حاجة نتكلم عنها هي النوم على البطن مجرد ان المريض بينام على بطنه فدي حاجة كويسة جدا بتخلي الاكسجين يدخل الى الرئة للاماكن البعيدة في الرئة وبتساعد على زيادة نسبة الاكسجين في الدم وبتساعد في التخلص من الافرازات او البلغة مجرد بس ان العيان ينام على بطنه واحنا عندنا في المستشفيات بنلاحظ لما يكون مريض اكسجينه قليل ونخليه ينام في الوضع اللي هو على بطنه فعلا الاكسجين بتاعه بيتحسن بشكل كبير عشان كده انا بنصح اي مريض كورونا سواء كان في المستشفى او في البيت انه ينام على بطنه شوية وينام مع دول شوية لو نقدر نخليها مثلا نص ساعة على بطنه ونص ساعة في الوضع المريح بتاعه اللي هو على ظهره كمان انا شفت فيديو لطبيب محترم جدا دكتور اسمه دكتور اسامة بيشرح فيه وضع زي وضع السجود وانا شايف ان الوضع ده مفيد جدا جدا وبيعمل حاجة زي ميكس حاجة زي خلط بين النوم على البطن من ناحية وتمارين التنفس من ناحية وشايف ان الوضع ده مفيد لان الهوى بطبيعته بيطلع لفوق والافرازات او السوائل بتنزل لتحت فالوضع ده هيكون الهوى بيطلع لفوق عشان يدخل الى الرئة في الاماكن البعيدة في الرئة والافرازات او السوائل او البلغم هينزل لتحت وبكده المريض يقدر يتخلص من البلغم ويقدر يتخلص من الافرازات وفي نفس الوقت يساعد الهوى انه يدخل الرئة بتاعته والاكسجين يتحسن كتير زي ما حضراتكو شايفين في الفيديو والمريض في الوضع ده بيحاول يكح عشان يخرج الإفرازات اللي جوه الفيديو معمول باللغة الإنجليزية هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو أما بالنسبة لتمارين التنفس هي اسمها تمارين تنفس أو التنفس بعمق ودي حاجة مفيدة جدا بتخلي الهوى يدخل إلى الرئة إلى داخل الرئة إلى الأماكن البعيدة في الرئة ويزود نسبة الأكسجي ويساعد على التخلص برضو من الإفرازات أو من البلغة وفي كذا طريقة للتمارين دي أنا شفت طريقة منهم وقلت أعرضها على حضراتكم الطريقة دي عبارة عن ست خطوات كل خطوة تعملها في دقيقة واحدة أول خطوة إن العيان هينام على ظهره ويتني رجبته وهيحط إيد على صدره والإيد التانية على بطنه وبعدين ياخد نفس عميق من الأنف نفس عميق يحاول يخليه في بطنه إحنا بنقوله كده خلي النفس ييجي من بطنك بمعنى إن إيدك اللي على بطنك دي هي اللي تتحرك مع النفس مش اللي على صدرك على قد ما تقدر فلما تاخد النفس العميق بتلاحظ إن بقليك كرش أو بطنك كبرت كل ده بيساعد الهوى يدخل أكتر في الرئة في رأيي بيقول إنه يكتم النفس ده لمدة ثلاث ثواني وبعد كده يخرج النفس ده من الفم وشفيفه مضمومة ويخرجه ببطء ويكرر الموضوع ده على مدار دقيقة وتبقى دي أول خطوة الخطوة الثانية إنه ينام على بطنه وممكن يخلي أديه تحت قرطه عشان يعرف ينام أو الوضع اللي يريحه المهم إنه ينام على بطنه ونفس الموضوع ياخد نفس عميق من الأنف ويخلي النفس يدخل بطنه زي ما بنقول وبعدين يكتمه لمدة ثلاث ثواني وبعدين يخرجه من الفم والشفيف مضمومة لكن ببطء الزفير دايما ببطء ويكرر الموضوع ده دقيقة كمان وتبقى دي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة المريض بيعمل التمارين وهو قاعد على كرسي أو قاعد على طرف السرير ونفس الكلام بيحط إيد على سدره وإيد على بطنه نفس عميق نقوله من بطنك من كرشك اعمل كرشه أنت بتاخد النفس عشان ياخد أكبر كم من الهوى نفس عميق من الأنف مش من الفم وبعدين يكتمه ثلاث ثواني وبعدين يخرجه من الفم والشفيف مضمومة ببطء زي كده ويكرر الموضوع ده لمدة دقيقة وتبقى دي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة ممكن نعمل نفس الموضوع والمريض واقف يبقى الخطوة الرابعة وإحنا وقفين وفي الخطوة دي بنحط إيدنا للتنين على بطننا بالشكل ده كده وندخلهم في بعض بحيث لما ياخد نفس عميق الإيدين دي تبعد عن بعض مع النفس عشان احنا بنقوله خلي بطنك تكبر مع النفس فلما ياخد نفس عميق الإيدين تبعد قدر المستطوع كده وهكذا ولما ييجي يطلع النفس ده أو يخرج النفس ده يكون ببطء ونكرر الموضوع ده برضو لمدة دقيقة وتبقى دي الخطوة الرابعة وفي الخطوة الرابعة دي ممكن العيان يتنحنح أو يكح ويخرج الإفرازات ما فيش مشكلة خالص وزي ما قلنا يبقى في منديل عشان ما يعديش شخص تاني الخطوة الخامسة اسمها التثاؤب والابتسامة حاجة كده زي عندنا بالعربي التاوب وبتسم أو تمطع وبتسم وكل فكرتها إنك بتفتح إيدك وتاخد نفس عميق وإنت بتتاوب من بقك عادي من الفم وبعدين تضم إيدك تاني وتكرر الموضوع ده لمدة دقيقة زي ما احنا شايفين في الصورة كده برضو ده موضوع مفيد جدا وبيحسن عضلات الصدر وبيحسن وظائف الرئة الخطوة السادسة أو الأخيرة فدي عبارة عن كحة أو بنقول عليها اتنحنح العيان يتنحنح أو يكح عشان يخرج الإفرازات اللي موجودة في صدره بنقول للعيان أقعد على طرف السرير وانت قاعد حط إيدك على بطنك زي ما عملنا كده ياخد نفس عميق من الأنف ويخلي إيدك تبعد عن بعض مع النفس بمعنى إن بطنه تكبر يعني ياخد نفس عميق جدا نقول له من بطنك وبعدين يكتمه 3 ثواني إذا أمكن وهو بيخرج النفس يتنحنح أو يكح عشان يخرج أي إفرازات أو أي بلغم زي كده ويكرر الموضوع ده لمدة دقيقة طبعا التمارين دي لو بتتعب المريض ومش قادر يكملها فيوقفها ويستشير الطبيب بتاعه كمان هو لو ما يقدرش يعمل الأوضاع دي كلها يعني حالته لا تسمع إنه يوقف مثلا حالته لا تسمح إنه ينام على بطنه مش قادر لسبب ما فممكن يعمل التمارين دي بالخطوة اللي يقدر يعملها يعني يعملها وهو نايم على ظهره أو يعملها وهو قاعد المهم إنه يحاول يتنفس بعمق زي ما قلنا ويخلي النفس يدخل في بطنه هي دي طبعا مجازا هي معناها إن النفس في الرئة لحد تحت بس إحنا بنقول له خلي النفس في بطنك عشان يعرف يدخل نفس كتير أو هوا كتير للرئة ويكتم النفس لمدة 3 ثواني ويخرجه ببطء من الفم والشفايف مضمومة وبعد 5 دقائق من التمارين ممكن يقح أو يتنحنح عشان يخرج أي إفرازات يبقى خلاص التمارين التنفس نقدر نقول عليها إن العيان بيعمل تمارين التنفس وهو نايم على ظهره بعدين يعملها وهو نايم على بطنه بعدين وهو قاعد بعدين وهو واقف بعدين يتاوب بعدين يقح أو يتنحنح وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم